اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقتني جديدا برنامجكم حديث عراقي دائما ما يطرح هذا السؤال يعني لماذا يقرأ الناس التاريخ لماذا تعود الناس الى الماضي تتذكر الماضي الحقيقة التاريخ يحمل في طياته الكثير من العبر الكثير من الدروس الكثير من الرؤى والصور التي تعيننا على فهم الحاضر والتقدم نحو المستقبل هكذا يكون التاريخ الى جانبنا وليس علينا هكذا الناس فهمت التاريخ التاريخ ليس مجرد قصص التاريخ رؤى فكر علم نحتاجه في كل شيء اما ان يكون الشعوب يعني كل شعوب الدنيا تتطلع الى الامام وتستفيد من ماضيها في التطلع يعني في بناء الحاضر والتطلع الى الامام وبناء المستقبل لكن عدد الشعب العراقي مع الاسف الشديد من عام 2003 لحد الان يعني يتطلع الى الخلف ويتحسر على الماضي وهذه واحدة من الكوارث يعني بغض النظر عن شكل الماضي لكن ان يعود الانسان يتشبث في الماضي بهذه الطريقة هذه غريبة لا تتحدث مع شخص عراقي الا وذكر لك الماضي الا وذكر لك ما يحدث في الماضي وتمنى العودة الى الماضي واليوم افضل من الغد وهذه ظاهرة غريبة كل دول الدنيا اليوم الغد سيكون افضل من اليوم وما بعد غد افضل من الغد وهكذا المستقبل افضل لانه نحن تتطور عقليتنا تتطور وسألنا تتطور فكرنا رؤيتنا تتطور هكذا امكاناتنا تتطور لكن الا في العراق كل شيء يتأخر وبالتالي الناس تتحصر على الماضي هذا يجعلني يتحدث عن حادثة حصلت خلال اسبوع الماضي اثنين من ما يسمونهم المهاويل اللي هم يطلقون الاهازيج الجماعية او ما يسمى بالهوسات في العشائر بالنجا في المشخاب حقيقة اطلقوا بعض الاهازيج التي تتحدث تنتقد الحاضر وتتحصر على الماضي وبغض النظر عن ما قالوا في هذه الاهازيج ان كان فيها مدح للماضي لانظمة ماضية هذا لا يعنينا لكن الذي يعنينا في الموضوع انه لماذا هؤلاء الناس اذا كان الحاضر جيد هل نعتقد انه اذا كان الحاضر جيد وفيه انجازات وفيه رؤى وفيه يعني وعود حقيقية على الارض من موسى لمستقبل ان افضل هل الناس تتطلع الى الماضي وتمجده الماضي مستحيل لكن عندما يكون الحاضر سيء واضلم ونفق اضلم الناس ستحصر على الماضي وتنظر الى الخلف هذا ما حصل بغض النظر عن شكل النظام هذا يعني من علاقة بشكل النظام هذا قضية اخرى وايضا من تعلق فيها ان هؤلاء الذين يحكمون للعراق صدعوا رؤوس العراقيين بيعني انهم حرية الرأي مكفولة للجميع اذا كانت حرية الرأي مكفولة للجميع دعوا الناس تتحدث ما تريد وانت تسكت الناس بانجازاتك انت الناس حتى لا تتحدث عن الماضي اسكتهم بانجازاتك لا تسكتهم بالقوى العسكرية التي تأتي تحتقل الناس وتقطع لسنتهم وترميهم بالسجون أو تقتلهم الميليشيات أو تتهمهم اتهامات كبيرة وتخرج اتهامات كبيرة وهذا من انصار النظام السابق وهذا من انصار النظام الملكي وهذه الكذبة كبيرة ابني نموذج جميل ودع لآخرين وانظر للآخرين كيف ستحدثون انت عشرين سنة لم تبني الا تجربة رثة بائسة مولكة للعراقية على المستوى الاجتماع على المستوى السياسي على المستوى الامني على المستوى الاستقلال على المستوى السيادة على مستوى الفساد كل شيء غريب عجيب لم تبني الا فسادا يعني جبال من الفساد حقيقة ونرجع مرة اخرى لماذا الناس تمجد بالماضي اذا كان الحاضر اجمل اذا كان حاضر جميل لماذا نذهب الى التمجيد الماضي لماذا نبحث عن الماضي هذا واحد من القضايا دعوني اذكر ربما بحادثة او حادثين من التاريخ القريب التاريخ العراقي الحديث في عام 72 الامارات العربية ارسلت وفد الى العراق بغض النظر عن شكل النظام يعني لا يدعون من هذه القضية حتى لا يقول ويتقول احد لكن هذا حادث نتحدث عن حادث حصل والكل يعرفه واللي يريد يشكك بيه خلي رجع للماضي سيجدهم عام 1972 ارسلت الامارات العربية وفد الى العراق لكي يساعدهم العراق بيعطانهم 15 فسيلة من نخل العراق لان العراق كان بثلاثين مليون نخلة كان ينتج 465 نوع من التمور في عام 72 الآن بعد هذه العشرين سنة من الحكم حكم هذه الميليشيات والمصيبة واحتلال العراق العراق يستورد التمور والامارات التي استوردت من عدنا 15 الف نخلة عادت وصدرت الينا اعطتنا هدتنا معرف يعني كم نخلة كم فسيلة يمكن هم 15 الف او اكثر من فسيل النخل الاماراتي الآن لديها 33 مليون نخلة في الامارات لاحظوا هذا اللي يجعل الناس تقارن وسعود مرة اخرى الى قضية اخرى عام 1979 جرت في العراق بطولة اسمها بطولة الخليج العربي لكرت القدم وجاءت الدولة الخليجية الى العراق ومن ضمن الدولة كل الدولة الخليجية جاءوا الى العراق من ضمن اللي كانوا موجودين المنتخب القطري رئيس الفريق القطري وكل اللاعبين في قطر كانوا منبهرين في ملعب الشعب هذا الملعب اللي فتو تحامل 1966 وسوى كوربين كيانو منبهرين في ملعب الشعب هذا الملعب يعني والمدينة مدينة بغداد منبهرين فيها ويتمنون لو يكون عندهم جزء بسيط يشبه هذا الملعب في عام 2022 في الشهر الداعش القادم شهر نوفمبر تشرين الثاني القادم ستستضيف قطر كأس العالم بنت ملعب وبنت طرق وبنت بناء تحتية ستستضيف كأس العالم لاحظ الفرق بأربعين سنة وين وصلت الدول وين ورجعنا هذا اللي يجعل الناس تقارد هذه الحقيقة هذه واحدة اخرى ربما يعني الوقت السريع حتى لا ينتهي الوقت في عام 1991 ضربت كل محطات الكهرباء في العراق وضربت كل الجسور يمكن عدد الجسور التي ضربت في العراق أكثر من 160-165 جسر في العراق وبظرف شهر قصيرة نفس المواطنين العراقي المهندسين العراقين دعكة من النظام السابق أنا لا أتحدث عن نظام سابق غير سابق ما لي علاقة أنا أتحدث عن عراقي مهندس عراقي شيع وسني وكردي وعربي كل هؤلاء مهندسين وعمال وعقول استطاعت أن تعيد بناء كل الجسور واستطاعت أن تعيد الكهرباء خلال ثلاثة شهر صارنا عشرين سنة العراق مع أمريكا ومع الغرب كله ومع الدنيا كله والعراق بلا كهرباء يستورد الكهرباء من إيران ومعرف مين وإيران تقطع لنا الغاز والكهرباء ودرجات الحرارة السيسة بعين مدرس ستين والناس بلا كهرباء وتتظاهر هذا الذي يجعل الناس تقارن مع الماضي وتبحث عن الماضي وتنظر إلى القلب هذا ما يجعل الناس هذا اللي يجب أن تفكروا به وليس إسكات الناس الدزون قوة عسكرية تحتقل هؤلاء المهاوي لأنهم يعني مجدوا بالنظام السابق يمجدوا بأي نظام كان لا لكن بعد أن تبني تجربتك الجميلة الرائعة لن يستطيع أحد أن يمجد بأي نظام ولا يمجد بالماضي أبني تجربتك الرائعة وبعدين حدث الناس لكن أن تبني للناس مقبرة من الشمال إلى الجنوب وخراب ودمار وفساد هذا اللي يجعل الناس تبحث عن الماضي وتحصر على الماضي هذه الحقيقة وبالتالي الثورات تبدأ من هنا أنتم لا تفهمون منطقة التاريخ وحركة الناس وحركة الحاضر والمستقبل حركة الشعوب هذه حركة الشعوب هذه رؤى الشعوب وبالتالي وبالتالي هذه صورة العراق وهذا ما هو مطلوب منهم أترككم بخير أعزائي المشاهدين ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة